اجتمع سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية اليوم مع سعادة السيد توبياس لندنر وزير الدولة للشؤون الخارجية بجمهورية ألمانيا الاتحادية وذلك بمناسبة زيارتي لمملكة البحرين للمشاركة في أعمال الدورة الثامنة عشر لمؤتمر حوار المنامة وجرى خلال الاجتماع بحث العلاقات الصداقة والتعاون الوثيقة التي تجمع بين مملكة البحرين جمهورية ألمانيا الاتحادية الصديقة وما وصلت إليه من مستوى متقدم في ظل الحرص المتبادل والرغبة المشتركة لتعزيزها وتنميتها في المجالات كافة بما يخدم المصالح المشتركة هذا إلى جانب عدد من الموضوعات والقضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك حضر الاجتماع سعى السفير عبدالله عبداللطيف عبدالله سفير مملكة البحرين لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية وسعادة السفير كلمس أوغستيوس هاتش سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى المملكة وسيد أحمد إبراهيم جرينيس رئيس قطاع الشؤون الأوروبية والوفد المرافق للوزير الضيف ترجمة نانسي قنقر